سيدة الوزير عمر طلعت وزير الاتصالات برحب حضرتك يا فندم أهلا بيك يا فندم أشكرك على الصدفة الكريمة طبعاً النهاردة يوم مميز جداً كمركز البيانات والحوسبة السحابية يعني ماذا يقدم هذا المركز الجديد والإنجاز الخاص بالنسبة للمصر؟ شكراً يا فندم على الصدفة الكريمة النهاردة بالفعل يوم في غاية الأهمية في قطاع التصلاة والتكنولوجيا المعلومات ويعني تقدم مصر في طريق بناء مجتمع رقمي أو مصر الرقمي النهاردة إن شاء الله سيد الرئيس سيشرفنا بفستاح تلت مراكز بيانات عملاقة مراكز البيانات عملاقة هي من ناحية عقل الدولة المصرية وذاكرتها لأنه في الفترة التي سبقت الانتقال إلى العاصمة جرى إعداد أكثر من 600 تطبيق لميكنة أعمال 114 وزارة وجهة منتقلة للعاصمة كل هذه التطبيقات مستضافة داخل مراكز البيانات العملاقة أيضاً جرت أكبر عمليات أرشفة في الشرق الأوسط بأرشفة جميع الملفات الجارية داخل الحكومة المصرية أكثر من 400 مليون ورقة تم أرشفتها وحفظها رقمياً كذلك أعددنا مجموعة من البرامج التشاركية التي تتشارك كل الوزارات في استخدامها كالموارد البشرية وإدارة المشروعات والتراسل وغيرها كل هذه البرامج وكل هذه المسنات نحتفظ بها داخل مراكز البيانات العملاقة كذلك مراكز البيانات العملاقة تشجع الشركات العالمية المتخصصة في بناء السحب الحوسبية على دخل استثمارات في مراكز البيانات هذه وإقامة سحب حوسبية تتاح للقطاع الخاص بذكر دائماً التحول الرقمي ما يبدر إلى ذهن المواطن الاستغناء عن العنصر البشري ولكن مركز البيانات والحوسبة السحابية لا يستغني أبداً عن العنصر البشري كعنصر مهم التكنولوجيا لا تحل محل الإنسان ولكن الذي يتغير ويتبدل مع تطور التكنولوجيا هو مصفوفة المهارات المطلوبة في سوق العمل هذا هو ما يتغير وهذا هو ما يجب أن نتنبه إليه جميعاً في إعداد الكوادر البشرية نعم هناك أعمال ومهام يقوم بها الإنسان اليوم ستنفذها الآلات غداً ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن الإنسان وإنما يعني تطوره وتطور ما يقوم به المركز النهاردة بيقدم إيه على مستوى المواطن كخدمة؟ المركز الحقيقة بيقدم على مستوى المواطن 170 خدمة هي كل الخدمات الحكومية المميكنة التي تقدم من خلال منصة مصر الرقمية موجودة بالكامل داخل مركز البيانات هذا تقدم بشكل أكثر استمرارية أكثر ثبات وسرعة لمواطنين في كافة أنحاء الجهورية دايماً هنسأل عن الجانب الأمني يا فندم ومجرد أنه هو المركز داخل جمهورية مصر العربية فهو يتمتع بالأمن وأيضاً يعني يمسك زمام الأمن بالنسبة للمعلومات بفعل المركز يعني مقام بمواصفات فنية عالية روعي فيه مستويات تأمين يعني مرتفعة جداً يعني بعد كده مش هنسمع كمان عن السيستم واقع في مختلف القطاعات مثلاً أو في خدمة معينة ده دي خلاص مش هنسمعها تاني السيستم واقع دي الحياة اللي يعني بتبقى بسبب أكثر من عنصر من عناصر تقديم الخدمة طبعاً هذه الملكز تسهم في ثبات الخدمة واستمرارها بشكل أفضل بكثير سيادة الوزير شكراً جزيلاً لحضرتك شكراً